دعم ومتابعة واهتمام ترجم بزيارة كريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولعهد الفجيرة حفظه الله رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية لبرنامج أجيال المستقبل في مبادرة طيبة استقبلتها قلوب الطلبة الأبناء بفخر وامتنان لأن التحفيز على الإنجاز تباركه رؤى سديدة تؤمن بالقدرات وتمكن الكفاءات لبناء أجيال تصنع المستقبل أربعة أسابيع من الإشباع الثقافي والتربوي الرياضي تحت إشراف نخب فنية وإدارية لأبطال يافعين انتسبوا لبرنامج مكتمل العناصر الرياضية لصقل مهاراتهم البدنية والذهنية والمعرفية كخطوة على دروب الاحتراف إن شاء الله على قدامنا يحترفوا فيها إن شاء الله أسبوعيا يوني ماخذين أشياء يديدة في التدريب من التايكواندو من الكونفو هالأشياء الرياضية وايد وايد مستانسين أو فرحانين في الألعاب هذه وبعيد عن الألعاب الإلكترونية وايد استفادوا كل الشكر لانقادتنا لشيوخنا على هالأشياء الترفيهية في الصيف للأطفال إنه يبتعدوا عن الألعاب الإلكترونية في ألف ألف شكر لها صار لهم كم يوم هم فرحانين إنهم رايحين يعني يكرمهم ويصور معاهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الله يحفظه التعلموا طبعا جميع الفنون القتالية هم التايكواندو يلعبون التايكواندو فلعبة جديدة عليهم فدايما يعني مستانسين فيها الأولاد دائما نحثهم ونوجههم وإن شاء الله رايحين يستمروا في هذا الشيء إن شاء الله أهداف طموحة تفاعلت معها أجيال المستقبل بإتقان والتزام محققة لاستفادة القصوى من هذه الفرصة المميزة التي تدعو الشباب إلى الاستثمار الأمثل لطاقاتهم المنتجة تعلمت الجود والججيست للمصارع الحق والمبارزة وشكرا لشيخ محمد بن حمد الشعق مختلف أدوات الدعم والمساندة وفرها برنامج أجيال المستقبل بتسخير خبرات تراكمية على مدى عقد من الإنجازات ترددت أصداؤها في المحافل الدولية حاصدة دروع التفوق وجوائز رسخت مكانة نادي الفجيرة للفنون القتالية النادي الأفضل بين الصروح الرياضية شرفنا اليوم في نادي الفجيرة للفنون القتالية بزيارة سيدي سمولي لأحد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي أحد إمارة الفجيرة ورئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية زار برنامج أجيال المستقبل طمأن على أولاده اللاعبين وتابع سير العملية التدريبية وكرم أولياء الأمور اللي نحن دائما نعتبر بهم الشريك الرئيسي والأساسي لبناء هذه المواهب وتطويرها وإن شاء الله نشوفهم في المحافل المحلية والدولية نجاح برنامج أجيال المستقبل يؤكد أنه فصل من قصة نجاح أكبر كتبها نادي الفجيرة للفنون القتالية بأوسمة التكريم المكللة بنقلة نوعية طموحة عمادها الأجيال وآفاقها المستقبل شكرا لدينا المستقبل ترجمة نانسي قنقر